أثارت هجمات حزب العمال الكردستاني على قوات الجيش والبيشمرق في العراق العديد من التساؤلات عن جرأة الحزب ومغزى توقيت تحركاته وعن الجهات التي يستقوي بها اعتداءات بيكاكا ترافقت مع رفضه خطة الحكومة في بغداد القاضية بإخراج القوات غير الحكومية من سنجار ليحول المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا إلى ساحة مفتوحة لأنشطته المزعزعة لاستقرار البلدين على حد سواء وكما في المرات السابقة فقد اكتفت حكومتا بغداد وأربيل ببيانات الشجب والاستنكار بدون اتخاذ إجراءات رادعة على الرغم من تسبب ذلك بوقوع ضحايا مدنيين وخسائر اقتصادية وتهجير لسكان مئات القرى من شمالي العراق حيث تؤكد حكومة أربيل أن حزب العمال احتل 515 قرية داخل الأراضي العراقية بينما يؤكد الحزب الذي يتخذ من جبال قنديل معقلا له أنه لا يعترف بسلطة حكومتي بغداد وأربيل وإزاء غياب قرار حكومة بغداد بمواجهة الحزب المصنف على لائحة الإرهاب فقد استمرت القوات التركية بشن هجمات على قواعد الحزب المنتشرة شمالية العراق وتستند أنقرة في ذلك إلى اتفاقيات وقعتها مع الحكومات العراقية السابقة تسمح بدخول القوات التركية لمسافة محدودة داخل الأراضي العراقية ويستغل بككاء الفوضى السائدة في العراق والصراعات بين حكومتي بغداد وأربيل لترسيخ وجوده وحيث أن خيوط اللعبة في العراق متداخلة ومتشعبة يعتقد مراقبون أن أحد أهداف تزايد هجمات الحزب مؤخرا هو محاولة ضرب العلاقات التجارية العراقية التركية من أجل تحقيق مصلحة إيران التي تسعى لحصر تجارة العراق بها فقط كما يعزم حللون تصعيد عمليات الحزب الأخيرة مع تزايد هجمات الميليشيات الولائية على القواعد الأمريكية إلى جعل المشهد العراقي المتوتر ورقة بيد طهران في محادثات ملفها النووي مع القوى الغربية ويبدو أن إيقاف التجاوزات حزب العمال الكردستاني وإعادة الاستقرار إلى المناطق الحدودية المشتركة مع تركيا لن يتحقق في الوقت الحالي مع رغبة قوى محلية وإقليمية للاستفادة من تحركات الحزب كلما استدعت الحاجة لذلك ترجمة نانسي قنقر